اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو ده اللي فرق معيك؟ مين بعثلي الصورة دي؟ ليه كده يا مكت؟ ليه مع اكتر واحدة صاحبتي؟ عايز تخني خني مع اي حد تاني؟ بس مع صاحبة عمري؟ قد كده عايز تدمرني نفسيا؟ خيانة ايه وتدمير ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ مفيش حالة من ديه حصلت اصلاً طيب يبتدينا اي تفسير اللي حصل ده؟ هيفسر يقول ايه؟ ما الصور ما فسرها نفسها طيب هو مين اصلاً اللي بعثلك الصور دي؟ نايس كانوا صهرانين في نفس المكان اللي البيه والهالم صهرانين فيه شافوهم وصوروهم وبعثوا يصوروا والله ما فيه اي حاجة ما بيني وما بين دينا احنا صحاب عادي ده انت بجح بجحة وهو الصحاب عادي بيتصوروا كده يا امجد؟ وانت يا عمر ايه؟ مش هيستدفع عن صاحبك كالعدم؟ مش لما اسمع منه وافهم ايه الموضوع بالزبط يا عمر بفيش حاجة كده ولا انا بخنى ولا دينا بتخنى بالعكس دينا اكتر واحدة عايزين نرجع لبعض وهكلمها تسمعوا بنفسك بفضلك يا امجد ما تكلمش حد انا لا عايز اسمحك ولا اسمعك ولا انا اصلا طيق اشوفوا الشيكونتو الاتنين وانت يا علي ما تطلبيش مني تاني ان انا ارجع لامجد الا بقى لو عايزة صحابتك تبقى مهزقة والله العظيم ما فيه اي حاجة ما بيني وما بين دينا غير كل صداقة اه بنخرج مع بعض ناكل نتفسح نرقص ومن المفروض ايه يعني يا طاقة اموت عشان بوسي ترضى ما على يدك انا كنت اروح فيها قبل كده اهي ردت اهي اهي يا دينا بوسينا ثابت كل حاجة ومشكت فصورة اللي انا وانت واحنا بنروس مع بعض وبتقول لهم ان احنا بنخنها لو سمحت بقى الشرح لصحبتها فضل اهي يا دينا بصراحة هي مدايقة جدا جدا من الموقف ده قال لنا في مكانها كنت عملت اكتر من كده حكاية الصورة دي ابو سينا هو فعلا في بينهم علاقة لا انا ودينا اللي عملنا الحواردة عشان نخلص من موضوع ام جدا خلص يعني مفيش حاجة بينهم وبعض كل ده فيلم عامل انتي وصحبتك مش انا قلتلك ان انا عتصرف ودينا عتصرفت وبتلك منين الفكرة دي انا اعمل اي حاجة عشان نعيش مبسطين من غير محد يعتمين عليها انا بحبك بحبك او يومي اشتركوا في القناة